رحيل غامض لكاتبة سورية بعد أيام من ظهوري قلب أسود أبكت باسم ياخور وأربكت الوسط الفني ما سبب النهاية المريبة؟ وهل توجد شبهات بشأن رحيلها ومن كان المتورط في الأزمة؟ إنها السيناريست السورية جيهان علي جان تلك الشابة التي عاشت مفعمة بالبراءة والعفوية وطالما تألقت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المقاطع والصور التي وصلت من خلالها إلى آلاف المتابعين وكان علان اسمها ككاتبة لمسلسل قلب أسود أفضل دعاية له تصدرت جان اهتمام الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية على خلفية رحيلها في توقيت مريد خبر رحيل جان راجع على أوصع نطاق بعد صدور بيان جاء فيه تتقدم الشركة المنتجة ونجوم مسلسل قلب أسود وهم باسم ياخور وندين الراسي وكارلوس عزار وجيني أسبر وندين تحسين بيك وجميع الممثلين والمخرج ديفيد أوريان وكل فريق العمل بأحر التعازي من عائلة جيهان علي جان الكريمة رحيل كاتبة السيناريو السورية في حد ذاته ليس غريبا فليس لبشر أن يتوقع أو يندهش من أخبار مثل هذه لكن المفاجات التي أذهلت الجمهور السورية والعربي أن جان هي كاتبة سيناريو قلب أسود وقد جاء الرحيل بعد أيام من انتهاء تصوير المسلسل الذي يقوم ببطولته النجمان باسم ياخور وندين الراسي الرحيل يعني أن السيناريست السورية لم تتمكن من متابعة مسلسلها وجاء رحيلها مفاجئا بعد أن تعرضت لأزمة صحية في ريعان شبابها ليكون مسلسل قلب أسود مصنفا ضمن مسلسلات القصيرة مثله كمثل عمر كاتبة السيناريو وهو ما أثار حالة حزن كبيرة لدى الجمهور الذي وضع الكاتبة بأشد العبارات تأثيرا يتكون مسلسل قلب أسود من خمس عشرة حلقة وهو من كتابة جيهان علي جان وسيناريو حوار أستفان خطار وإخراج ديفيد أوريان وتدور أحداث المسلسل في قالب درامي تشويقي خلال جميع الحلقات التي نالت إعجاب المشاهدين خصوصا مع قوة أداء فريق العمل بالمسلسل الذي ضم كبار النجوم تعتمد قصة العمل على رجل وشريكة عمره يعيشان قصة حب مؤثرة وقد أثمر ذلك الارتباط عن ابنة يقدمان لها الحب والحنان لكن دوام الحال دائما من المحال فقد تبدلت الأحوال وتحولت حياة شريكي العمر إلى كراهية ووصلت إلى قيام أبطال العمل بأن يخطط كل منهم ضد الآخر